بكرة موعد انتخابات الجمعية الوطنية بجنوب أفريقيا ونتيجة رح تأثر عدور البلد بدعم القضية الفلسطينية أما لزيادة هالدعم بشكل كبير وإما العكس الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا من سنة 1994 من وقت سقوط نظام الفصل العنصري هو المؤتمر الوطني الأفريقي اللي أسسوا الزعيم الراحل نيلسو المندلة والمتعاطف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني الحزب الحاكم هو اللي دفع جنوب أفريقيا لتلعب دور كبير ضد حرب الإبادة بغزة اليوم بس من المرجح أنه سيطرة المؤتمر الشعبي المطلع على الجمعية الوطنية حتنتهي بكرة الغالبية الساحة من استطلاعات الرأي بترجح أنه الحزب يفشل لأول مرة من 1994 بالحصول على الأغلبية خسارة المؤتمر الوطني للأغلبية ما حتطلعه من السلطة بس حتخليه الطري يتحالف مع أحد أقطاب المعارضة من يساره أو يمينه لتأمين الأغلبية بالجمعية الوطنية الاحتمال الأول هو التحالف مع اليمين المتمثل بالتحالف الديمقراطي واللي حصل بآخر انتخابات على 21% من المقاعد وعم يسعى ليزيد حصته اليوم تحالف الديمقراطي المعروف بقربه من أوساط رجال الأعمال بيتبنى موقف أكتر تعاطفا مع اسرائيل الاحتمال الثاني هو تحالف المؤتمر الشعبي مع القوى اللي عيساره وخصوصا حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اللي نال بآخر انتخابات 11% من مقاعد الجمعية الوطنية بيتبنى هالحزب الماركسي تروحات أكتر تأييدا للقضية الفلسطينية من المؤتمر الشعبي وهو كان صاحب اقتراح اقفال السفارة الإسرائيلية بجنوب أفريقيا وقطع العلاقات الديبلوماسية مع تل قبيب والحزب وعد جمهوره بدعم حماس بسلاح إذا وصل على السلطة إذا قدر الحزب يحافظ على حصته بالجمعية الوطنية أو يزيدها حيكون عنده القدرة يتفق على اقتلاف مع المؤتمر الشعبي لتشكيل السلطة اقتلاف رح يقرب جنوب أفريقيا أكتر من القضية الفلسطينية